السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر Gamer Zone لعبة أطلس فولن من ستوديو ديك 13 نزلت السنة الماضية وللأسف ممكن نحكي اللعبة كانت التقييمات تبعتها مخيب للأمال طبعا ستوديو ديك 13 يعني هو معروف عنه ألعابه The Search الجزء الأول والجزء الثاني بالإضافة لعبة Lords of the Fallen اللي هم يعني بنمط السوز لايك فلعبة أطلس فولن مشوف فيها مغادرة لنمط ألعاب السوز لايك لعبة بتركيز الأكشن RPG والعالم المفتوح الساند بوكس طبعا أنا صحت لفرصة أني أجرب لعبة أطلس فولن من خلال تواجدها على الجيم باس واليوم طبعا جاي أشارككم بآرائي وانطباعاتي عن هاي اللعبة اللي من خلال هذا الفيديو إن شاء الله بتمنى يعني أقدر أساعدكم إنكم تلعبوها يعني تستغلوا تواجدها بالجيم باس أو إنكم تشوفوا إشي تاني أحسن تلعبوه بس باختصار يعني إذا بدكم زبدة الموضوع أنا بقدر أحكي لكم إنه لعبة أطلس فولن هي لعبة صراحة جميلة جدا مدهشة جذابة مفشلة مخيبة للآمال كل هذا الكوكتيل والمزيج من هاي الشغلات الآن أنا بدي أحكي لكم إنه لعبة أطلس فولن هي لعبة رائعة جدا وجميلة جدا بس بشرط إنكم تدخلوها وأنا نوعا ما مخفضين توقعاتكم والأكسبيكتيشنز تبعتكم يعني بشكل جدا كبير لعبة أطلس فولن بكل أمانة أنا بقدر أحكي لكم إنها هي لعبة يعني فيها الإمكانيات إنها تكون لعبة أحسن من هيك بكتير يعني الجيم بلاي بحد ذاته جدا جميل بس قبل ما ندخل في تفاصيل الجيم بلاي خلينا شوي نحكي في القصة اللي هي كانت بوجهة نظرة أضعف شغلة في لعبة أطلس فولن طبعا لعبتنا راح تضعنا بشخصية باسم Unnamed أو اللي ما إلو اسم يعني فعليا اللعبة بتضعك بشخص ما إلو اسم حتى ما بتسمح لك إنك أنت تسميه راح تسمح لك إنك أنت تصممه وتختار الجنس تابعه إذا حاب يكون ذكره وأنثى والتفاصيل العامة تبعته نظام الكستمايزيشن وتصميم الأشكال جدا بسيط صراحة يعني يعتبر من أبسط الكستمايزيشن والعمليات بناء الشخصيات اللي ممكن تشوفها في عالم الألعاب اللعبة راح تضعك في عالم راح يكون مبدئيا يعني مسيطر عليه من قبل إله شرير ممكن نحكيه اللي عامل مثل الدكتاتورية وجابر الناس إنه مكونوا عبيد لإله وطبعا مثل هدول الوحوش اللي هما بإسم الرس أو الأشباح اللي عاملين مثل الرعب والتخويف للناس عساس إنه يلزمهم حدهم يعني وما حدا إنه يعني يغير ينقلب عليه بشكل أو بآخر إنت راح تلعب فيه شخصية هذا النامد اللي راح تلاقي هذا القونتلت اللي هو هذا قفاز اليد اللي راح تكتشف إنه بحد ذاته كائن يعني يعتبر خيالي ممكن نحكيه بديش أحرق لكم يعني القصة طبعة اللعبة بس راح تشوف إنه هذا القونتلت يعني هو حاقد على هذا الإله اللي هو ثيلوس وبالدور يساعدك أساس إنك أنت تقضى عليه ومباشرة اللعبة يعني بدون مقدمات ولا أي نوع من أنواع الشغلات التحريفية بتطلقك بدور البطل وبتصير أنت البطل المغوار اللي بدك تنقذ العالم وتقضي على هذا الإله الشرير وخلاص يعني تقضي على الدكتاتورية تبعته القصة كقصة مبدئيا أنا بحكي لكم صراحة أنها جدا جميلة يعني اللور تبع العالم واللعبة يعني غني جدا ومليان بالشغلات اللي أنا كنت كتير متحمس إنه أشوفها وأسمع وأقرأ عنها راح تشوف إنه في العديد من الكتب والشغلات والنوتس والملاحظات والشخصيات اللي راح يعطوك بعض التفاصيل والشغلات اللي يعني فعليا صارت في الماضي في هذا العالم بس إنه طبعا اللي ضعفهم الشخصيات اللي موجودين فيها للأسف الشخصيات اللي موجودين في لعبة أطلس فولن أنا بقدر أحكي فعليا أنهم هم يعني فعليا ما لهم داعي من الأساس لا شخصيتنا ولا الشخصيات الثانوية أو الأساسية حتى اللي انت راح تواجههم في اللعبة أنا تقريبا لسه قبل يومين ختمت اللعبة ويمكن عيب علي دم تذكر اسم واحد من هدول الشخصيات اللي موجودين فيها يمكن باستثناء عارف صراحة بعرف شده اسمه بنحك عارف طبعا حفظتوا لأنه اسمه قريب جدا من اللغة العربية تبعتنا الشخصيات موجودين فقط عشان يعطوك شغلة إنك أنت تعملها سواء كان مهمة أساسية أو ثانوية أو شو مكان اللي راح تطلقك في هذا العالم وحتى التمثيل الصوتي تبعهم صراحة كان جدا بيخزين مع أنه صراحة الأبديت هذا اللي عم نلعبه هلا حاليا وهو رينوف ساند يعني أنا قرأت بيحكو لك أنه عامل تحسينات على الأذاء الصوتي في أو تمثيل الصوتي من اللعبة الأساسية ومستغرب إذا كان هيك التمثيل الصوتي مع هذا التحديث الكبير كيف كان التمثيل الصوتي في النسخة الأساسية من قبل هذا التحديث فبحكي منيح الحمد لله أني ما لعبت هاي اللعبة وقتها بالمهم يعني زي ما حكيت من ناحية القصة العالم جميل بس القصة كقصة ضعيفة بالشخصيات اللي فيها والأحداث تبعتها بشكل أو بآخر نعم نحن نشعر القصة استخدمها هيا الجزء الثاني من اللعبة اللي هو القتال واللي صراحة أنا بقدر أحكي لكم إياه هو ذروة والكرزة على الكيكي بالنسبة لهاي اللعبة القتال صراحة أنا بعتبره قتال يمكن من أحلى القتالات اللي أنا شفتهم في عالم الأنعاب رح تشوف قتال سلس ديناميكي سريع ورهيب وجميل ومليان بالأكشن والفيدباك اللي رهيب اللي تشوف وتشعر فيه وتشوف فعليا قدراتك التدميرية على الأعداء اللي انت رح تتواجههم بس طبعا اللي بيميز اللعبة انه المؤشر اللي موجود معاك اللي هو الاسم هو المومنتوم أو العزم اللي رح تشوف انه مثل المؤشر اللي بتزايد بشكل تصاعدي مع ضربك للأعداء رح تشوف انه هذا المؤشر رح يكون مقسم على ثلاث مستويات كل ما تقدمت في هذور المستويات رح تشوف انه ضربتك رح تصير أقوى وأقصى وتكون ضررها أكثر على الأعداء بس بنفس الوقت رح يكون تأثير ضرر العداء عليك أكبر فرح تشوف انه اللعبة رح تعطيك مثل الريسك ريورد اذا حبيت انك انت تتعمق في هذا المومنتوم وترفع على المستوى الثالث رح تصير ضرباتك أقصى وأقوى بس بنفس الوقت العدو رح يصير يقدر يضربك أقصى فبندك تكون حريص جدا انك انت تتفادى الضربات تبعته اللي طبعا وسيتك رح تكون هي باستعمال الدوجينج اللي هو تفاعد الضربات أو عمل بلوكينج عن طريق استعمال هاي اللي هي السكن أو اللسان السكن اللي رح يتحول فيها إلى مثل القطع الحجرية وتصد ضربات الأعداء وتعمل لهم حتى فريز وتجمدهم لفترة بسيطة اللي رح يسمح لك انك انت تقدر تضربهم يعني بدورك ورح تشوف انه طبعا باستعمال القدرات اللي رح تكتسبها رح تصير فعليا انت مكينة قتل يعني ما رح يقدر يوقف اشي في وجهك ورح يكون فعليا القتال هو الاشي اللي رح يسليك في هاي اللعبة مع انه صراحة انا ما بدي انكر انه مع تقدم في اللعبة صار القتال روتيني وممل وخصوصا زي ما حكيت انه صرت انا مكينة قتل وما في اعداء فيها تحدي ومشان كنت اتفادل عديد من الوحوش اثناء تنقلي في العالم اللي طبعا وسلتنا في التنقل فيه رح تكون هي باستعمال هاي الزحلقة على الرمال بس هو ما بدي احكي لكم انه اسلوب عاطل بالعكس انه حتى كان اسلوب مميز وجميل ومسلي وحتى عندك رح تصير تعمل داشينج بالهوى برضو هاي صراحة رح تعطيك حركة واسلوب تنقل جدا جميل طبعا اللعبة رح تضعك زي ما حكيت في عالم مفتوح رح تشوفه او يعني مناطق مفتوحة العالم المفتوحة اللي فيها او العوالم المفتوحة اللي فيها عوالم بسيطة مش كتير كبيرة ولا كتير صغيرة بنفس الوقت فل يعني في صراحة بالعديد من النشاطات اللي رح تقدر انك انت تعملها سواء كان من صندوق رح تلاقي فيها موارد او فعليا قدرات جديدة او بوسيز كبار انك انت تقضي عليهم او برضو فعليا في مجموعة هيك من الالعاب اللي رح تصير توصل فيها مثل الخطوط اللي رح يفتح لك برضو قدرات ومهارات رح تكون على مستوى مثل اليونيك وتعتبر مميزة بحداتها رح تكون في عندك مثل حيوانات اللي بدك تصير تلحقها عشان تلاقي قنوز مدفونة او عندك مهام ثانوية رح تقدر تاخدها من الشخصيات اللي موجودين في اللعبة المهام الثانوية ما في اشي يعتبر مبدع بحد ذاته هي مهام بينها يروح جيب هاي الشغلة روح تل هذا الاشي روح سلملي على هذا روح تطمنلي على هديك وهي الشغلات التقليدية يعني ما في اشي فعليا ما حكيت خارج عن القاعدة او خارج عن الصندوق اللي تعودنا عليه في العاب الاربيجي التقليدية بس من ناحية الرسوم والصور صراحة انا بدي احكيكم انه لعبة اطلس فولن ما رح تاخد جائزة افضل يعني لعبة من ناحية الرسوم والصور يعني الرسوم اللي فيها انا بعتبرها مقبولة الى جيدة الى حد ما وللأسف حتى الكاتسينز اللي بتشوفها واللي هم صراحة بندرة عدد شعارات راسي رح تشوف انه يعني اشي برضو من الشغلات اللي خيبت امالي في اللعبة انه ما فيها الكاتسينز يعني اللي تعطيك هيك طابع سينمائي عن العالم والقصة تبعته رح تشوف انه اغلب الحوارات اللي رح تصير رح تصير بكاميرا انه بنهاية بتعمل زوم اوت هيك بتبين شخصيتك والشخصية اللي بتحكي معاه يعني بتعابير وجهية مش كتير واضحة ما رح تقدر تشوف وجهة زلم اللي انت بتحكي معه شو بسوي هو زعلان هو مبسوط هو منكد يعني ما في هذا الاشي اللي رح يحسسك او يدمجك في القصة بشكل او باخر اما بخصوص الصوت يعني بشكل عام اللعبة صراحة جيدة جدا من ناحية الاصوات يعني بس يعني بشكل عام اللي نحكي الصوت بشكل عام في لعبة اطلس فولن يعتبر جيد باستثناء طبعا التمثيل الصوتي الاصوات في العالم جميلة وخصوصا لما تتزحلق على الرمل وانت حاطة السماعات او تعمل داشنج او انك انت تضرب ضربات الاعداء يعني هاي تعتبر صراحة على مستوى انا بعتبره جيد جدا اللعبة بشكل عام هي تجربة جميلة زي ما حكيت اذا انت داخلها وبدك وقت ممتع وحتى يعني الوقت اللي فيها صراحة انا ما بعتبره جدا مستنزف لوقتنا يعني بتقدر تختم اللعبة فعليا من 10 ل 15 ساعة تختم القصة مع شوية شغلات تعملها من المهام الثانوية يعني هذا الحكي صراحة بعتبره ايش جدا جميل في العابنا حاليا صحيح انه خابت امالي نوعا ما وتوقعاتي من ناحية القصة وضعف الشخصيات والتمثيل الصوت طبعهم بس هذا الحكي كله نوعا ما تم تهميشه بتجربة الجيم بلاي الممتعة واللي برضو من الشغلات الحلوة في لعبة اطلس فولن انك انت بتقدر تلعبها مع صديق لإلك drop in drop out فيقدر اي وقت صاحبك انه يدخل على لعبتك وتتلعبوا مع بعض وتنطلقوا في هذا العالم بس بدي انبهكم لشغلة اذا انت وصاحبك كنتم مبدئيا مختلفين في تقدمكم في القصة يعني واحد مسبق التاني فمبدئيا الضيف ما رح يحصل على التقدم في القصة مع الهوست فبجرد ما يطلع الضيف من لعبة الهوست كل اشي عملوا معا بالمهام اللي عملها والمهام الثانوية اللي سواها والقصة اللي سواها راح تشوف انه ما رح ينعكس على اللعبة الاساسية تبعته مشان هيك الافضل اذا حبيت انك انت تلعبها مع صاحبك يعني كنتم تلعبوها سوى مع بعض يعني كل مرة بتلعبوا تكونوا فعليا مع بعض عشان كل اشي تعملوا ينعكس على لعبتك وينعكس على لعبته اما اذا كنتم مختلفين في تقدمكم في القصة فيعني واحد منكم رح يضطر يضحي ويلعب هيك بس من مضيعة وقت عساس انه يساعد صاحبه بشكل او باخر المهم لعبة اطلس فولن في نهاية تقييم اذا ممكن اعتبره تقييم بقدر اعطيها علامة تمانية من عشرة انا شخصين كنت بدي اعطيها سبعة من عشرة بس بعدين حبيت ارفعها لتمانية من عشرة من باب انه الاستوديو ما استغنى عن هاي اللعبة يعني عمل تحديث كبير واضافة عديد من الشغلات يعني اذا انت شخص يمكن بتلعبها لأول مرة يمكن ما رح تشوف كتير شغلات واو بس الناس اللي لعبوا هاي اللعبة لما نزلت في العشين تلاتة وعشرين ولعبوها الان شافوا العديد من التحسينات الكبيرة اللي بتوضح انه ستوديو ديك ثيرتين يعني لسه يعني مهتم في هاي اللعبة وحابب انه ينجحها وممكن نشوفه يشتغل على الجزء تاني لالها ويكون ان شاء الله افضل واحسن بكتير من الشغلة اللي موجودة حاليا واللي هي صراحة بحد ذاتها يعني تعتبر شغلة جميلة جميلة جدا فبتمنى في نهاية الفيديو اولاكم تسامحوني نطولت عليكم في مراجعة وتقييمي وبرضو بتمنى تشاركوني في رأيكم اذا لعبتوا لعبة اطلس فولن من خلال تواجدها على الجيم باس وخبروني شو كان رأيكم فيها هل حبتوها ولا كرهتوها وبرضو بتمنى لو سمحتوا لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل شي في عالم الالعاب عموما واكس بوكس خصوصا زر اللايك